اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم سوف يكون في ذات التوقيت ايضا خبر على الدولار الكندي وهو معدل التغير في التوظيف اذا اخواني العزاء نعود للتحليل الفني ونطلع الى تحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار انديكس ونلاحظ انه في الجلسة السابقة بعد ان وصلت الاسعار الى تشبعات شرائية على مؤشر التذبذب ستوكستيك قد رجعت الاسعار الى الهبوط مجددا لعادة اختبار المتوسط نتحرك لمدة 55 يوم ومستوى 92.500 واذا نجحت الاسعار بعادة اختبار هذه الدعوم المحورية والقوية والارتداد منها والعودة على مستويات 92.500 مجددا قد نشاهد قوة للدولار مجددا واستعادة الزخم الصاعد ومحاولة تكوين الترند الصاعد مجددا والعودة الى المسار الرئيسي الصاعد اما كسر مستوى 92.500 والتداول دونه ودون المتوسط قد نشاهد الدولار يغرق مجددا ويفقد الزخم الصاعد ويعود الى الضعف مجددا ويستهدف مستويات 92 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ ان زوج اليورو دولار لا يزال للجلسة الثانية على التوالي تداول بشكل عرضي متذبذب حول منطقة الواحد فاصلة 18.500 وهي مفتاح تداول للجلسة الحالية حيث ان استمرارية الاسعار دونها ودون المتوسط قد تقود الاسعار لمزيد من الضعف واستهداف مستوى الواحد فاصلة 18.000 على الشورت تيرم اما اختراق مستوى الواحد فاصلة 18.500 يلغي السيناريو الهابط ويدخل الاسعار في المسار الصاعد مجددا اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباوند دولار ونلاحظ ان الاسعار قد فشلت في البقاء تحت الضغط البيعي ونجحت الاسعار بالعودة على مستوى الواحد فاصلة 38.000 مجددا واعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وثبات التداولات اعلى المتوسط واعلى مستوى الواحد فاصلة 38.000 يعيد الزوج في ظل المسار الصاعد ويحاول اعادته اعلى خط الاتجاه الصاعد مجددا واستهداف مستوى الواحد فاصلة 39.500 على الشورت تيرم بشرط الثبات اعلى مستوى الواحد فاصلة 38.000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديان الملقب بالمجنون ولا تزال المحاولات الإيجابية للتخلص من العرضية قائمة حتى اللحظة والذي يستمدها من خلال التداولات أعلى الأبتريند لاين وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات أعلى مستوى 152 لا تزال تمد الأسعار بالإيجابية للإندفاع نحو مستويات 153 و 154 خلال الجلسات القادمة وبشرط الثبات أعلى مستوى 152 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي وها نحن نعاود مجددا التداولات للجلسة الثانية على التوالي بشكل عرضي بالقرب من مستوى 0.74 ألف والذي بدور الأسعار إذا نجح بالارتداد والعودة دون مستويات 0.74 ألف قد تدخل الأسعار مجددا في ظل المسار الهابط أما العودة على مستويات 0.74 ألف والثبات علىها قد يعيد الأسعار مجددا إلى المسار الفرعي الصاعد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ولا جديد يذكر حيث أن الزوج لا يزال يتداول في ظل القناة العرضية المحصورة ما بين مستوى 110.4109.350 ونلاحظ أن الأسعار لا تزال تتأرجح ما بين الدعم والمقاومة المثوران والواضحان أمامكم على الرسم الباني حيث أن الأسعار بمجرد ملامسة 110.400 تقوم بالهبوط مجددا بالقرب من مستويات 109.350 ونتوقع أن تستمر الأسعار ما بين الدعم والمقاومة حتى يتم الكسر أو الاختراق لأحد أطراف القناة العرضية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية وشاهدنا الزوج يتحرر من الضغوط البيعية واستمرارية التداولات أعلى مستوى 8.40 لا تزال تمد الزوج بمزيد من الإيجابية التي قد نشاهدها خلال الساعات القادمة وتستهدف مستوى 8.50 و8.60 خلال الساعات القادمة وبشرط الثبات أعلى مستوى 8.40 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين ونلاحظ التذبذوبات العالية التي يتحرك بها البيتكوين حتى اللحظة ولا يزال يقترب من مستوى 50.000 دولار وحتى اللحظة لا يزال يتمسك بالزخم الصاعد واستمرارية التداولات أعلى مستوى 42.000 دولار لا تزال ترجح السيناريو الصاعد هو السيناريو المرشح فنيا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل ولاحظنا القوة التي تحصل عليها الريبل وقد ارتفع بنسبة 10% بالشمعة الظاهرة أمامكم وكان السبب المؤدي للارتفاع ظهور الريبل مجددا على منصة الكوينبيز الذي قد أوقفت تماما التداولات بالريبل منذ دخول الريبل في منازعات مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية وأدى هذا الصعود عندما ظهرت مجددا الريبل في منصة الكوينبيز فتم التصريح بعد بضع ساعات من إدارة منصة كوينبيز لتداول العملات المشفرة أن ظهور الريبل هو عبارة عن خطأ وخلل فني في برمجة الموقع ولم يستعيدوا التداول بالريبل حتى اللحظة حتى يتم حل النزاع ما بين الريبل وحيئة الأوراق المالية ومن ثم شاهدنا الهبوط مجددا للريبل حول مستويات الواحد فاصلة 12 سنت إذن أخواني العزاء تعود التداولات إلى مستوى ومفتاح التداول اليومنا الحالي للريبل هي مفتاح الدولار فاصلة 12 سنت ثبات التداولات أعلىها يعطينا بعض من الإيجابية للإندفاع نحو مستويات الواحد دولار فاصلة 30 سنت أما كسر مستوى الواحد دولار فاصلة 12 سنت قد يكلف الريبل الكثير ونتوقع أن تستمر العرضية حتى تردنا بعض من الأنباء الواردة عن قضية الريبل وهيئة الأوراق المالية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونلاحظ أن الذهب يحاول استجماع أنفاسه مجددا بعد أن نجح مؤشر الدولار الأمريكي بالتصحيح والهبوط نشاهد الذهب يحاول ملامسة مستوى 1800 دولار مجددا وحتى اللحظة لا يزال يتجرع بعض من الضغوط البيعية وذلك باستمرارية التداولات دون مستوى 1800 دولار وأدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي يكون عن منطقة مقاومة متحركة ولن يستطيع الذهب التحرر من الضغوط البيعية إلا باختراق مستوى 1800 دولار والثبات على حينها سوف يحاول التحرر من القيود البيعية ويستهدف مستوى 1812 دولار مجددا أما استمرارية التداولات دون مستويات 1800 دولار قد تعيد ملك الملاذات الآمنة إلى الهبوط مجددا واستهداف مستوى 1780 دولار و 1765 دولار على المدى المتوسط إذن نفتاح التداول اليومنا الحالي هو مستوى 1800 دولار بإمكاننا أن نقوم بتحديث تحركات الذهب خلال اليوم على خدمة البرودكاست وعلى حسابي في سناب شات بإذن الله إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام هو الآخر قد فشل مجددا بالثبات أعلى الأب تريند لاين وأعلى مستوى 69 دولار ويهبط مجددا ليعود إلى المسار العرضي حتى اللحظة وطوالما أن النفط الخام يتداول ما بين مستوى 67 دولار و69 دولار لا يزال يعتبر في طور المسار العرضي ولن يحدد مسار واضح وصريح ويستطيع العودة لمسار الصعد إلا باختراق مستوى 69 دولار أما كسر مستوى 67 دولار قد يكلف النفط الخام الكثير ويهوي به إلى ما دون مستويات الـ 64 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة قد فشلت بالحفاظ على التداولات الإيجابية ولكن حتى اللحظة لا تزال تحاول متأثرة بملك الملاذات الآمنة الذهاب العودة على مستوى 24 دولار وإذا نجحت التداولات باختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والثبات أعلى مستوى 24 دولار قد يخلق بعض من الإيجابية والعودة على الـ Uptrend Line واستهداف مستويات 25 دولار وشرط استمرارية التداولات الإيجابية للفضة هو الثبات أعلى مستوى 24 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد أن الغاز الطبيعي قد وصل إلى مستويات تشبعات شرائية قوية جدا على مؤشر تذبذب ستوكستيك وحتى اللحظة التداولات تحاول امتصاص التصحيح واستنفاذ التصحيح وإذا نجحت التداولات التماسك أعلى مستويات الخمسة والتمحور حولها قد نشاهد مجددا محاولة أخذ العزم لاستئناف الصعود واستهداف مستويات الخمسة ونصف خلال التداولات القادمة أما إذا فشلت التداولات بثبات دون مستويات الخمسة قد نشاهد تصحيح عميق نوعا ما يستهدف مستويات 4.70 خلال التداولات القادمة ولكن بالمجمل لا زال الغاز الطبيعي في طور المسار الإيجابي الصعيد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداوجونز الصناعي ونلاحظ التذبذب الذي حصل في مؤشر الداوجونز الصناعي حتى اللحظة نشاهد محاولات الصعود بعد أن وصلت التداولات إلى مستويات تشبعات بيعية وحتى اللحظة الصعود الحاصل هو عبارة عن تصحيحات لا أقل ولا أكثر واستمرارية التداولات دون مستويات 35200 لا يزال يضع مؤشر الداوجونز الصناعي في طور المسار السلبي الهابط ويضعه تحت الضغوط البيعية وذلك باستمرارية التداولات دون مستويات متوسطة متحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات دون مستويات 35200 لا تزال ترجح مستويات 34800 و34700 كأحداث منتظرة خلال الساعات القادمة وبشرط الثبات دون مستويات 35200 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر Standard & Poor's SP500 ونلاحظ الهبوط الذي حدث في SP500 هو عبارة عن تصحيحات ولا يزال يصنف على الصعيد الفني على أنه تصحيحات وذلك لعدة أسباب وهي أن الأسعار لا تزال تتداول في ظل التريند لاين الصاعد وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات أعلى مستويات 4440 لا تزال تضع SP500 في الثور الإيجابي وها هي الأسعار تقترب من المتوسط المتحرك وتقترب أيضا من مناطق تشبعات بيعية من الممكن أن نشاهد إنهاء هذه التصحيحات ونشاهد محاولة الصعود مجددا صوب مستويات 4550 وبشرط الثلاث أعلى مستويات 4440 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونشاهد أن مؤشر الداكس الألماني قد فقد الزخم الصاعد وذلك بعد أن فشل بالحفاظ على التداولات أعلى مستويات 15800 واستمرارية التداولات أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأدنى مستوى 15800 لا يزال يضع السعر تحت الضغط البيعي الذي يستهدف مستويات 15350 ولن يستطيع الداكس التحرر من الضغوط البيعية إلا بالعودة على مستويات 15800 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي وحتى اللحظة لا يزال النازدك يتداول في ظل المسار الرئيسي الصاعد الهبوط الذي حصل هو عبارة عن تصحيحات على إثر وصول الأسعار إلى مستويات تشبعات شرائية على مؤشر تذذب ستوكستيك حتى اللحظة استمرارية التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأعلى دعم المحوري الماثل عن مستوى 15250 لا يزال يضع النازدك في الطور الإيجابي الذي نتوقع أن تنهى التصحيحات ويستهدف مجددا مستوى 16000 خلال الجلسات القادمة وبشرط الثبات أعلى مستويات 15250 إذن أخواني العزائل هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومي أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله اشتركوا في القناة